الأسطورة تقول كي كانشين لينشي الإمبراطور الصيني الأصفر يشرب لاتي مع الزوجة ديالو تحت شجارة الدود حبطت شرناقة في الفنجل ديالها ومن الكترة ما كان سخون شرناقة ولا تخيط بيض رفداتو وبدات تدور فيه على صبحها حست بلي هاد الخيط متين ولو كانت نسجو راح يشد مليح الخيط جا من دودة يسموها بومبيك سموغي تعلموا الصينيين يربوها ومنها بدوا ينتجوا الحرير في عهد هاد الإمبراطور شونغ 1500 سنة قبل الميلاد وخبوا هاد الكنزمور حيطا نصر القديم كتر من 30 قرن كانوا يقولوا بلي الحريرين بتفيش تجارة ويبيليني الكبيرة ولي جا من أرض سيريز كل واحد على هواه ويا ويلي يكشف السر يقولوا بلي في عام 560 الإمبراطور بيزانتي جستينيا بعد زوج رهبان بش يكشفوا سر الحرير رجعوا له بشوية دود مخبي في قصب الخيط زورا مورا هاد ديدان ولو يتربو في حوض البحر الأبيض المتوسط بعد 3000 سنة الحرير خدت رك طويلة مع القوافل شارك في الحروب الصليبية وونس حتى مخكوبولو في الرحلة ديالو جزال اليابان الهند وأوروبا قبل ما يلحق عند العرب بالصح الصين الي هلقتها الحرب ماولاتش تنتج كيما كانت الحرير ما كاني لك غير بصحاب الهمة والجاه وكانت قيمته غالية بزاف بالصح كيما أي حاجة جديدة كيتقدام بدت تنقص بشوية وفي القرن 12 قبل الميلاد وولا الحرير يتخدم بكمية كبيرة بزاف حتى ولو يديروا به خيوط الصيادة وشكايل الماء وفي 2003 الصين خدمت باش ترجع تتربع على عرش إنتج الحرير وكيما كان الحال الحرير دار دار وولا لحضان صور الصين العديم واليوم الصين ولت أول منتج ومصدر الحرير اللي كانوا مازالوا واحد من أفخر أنواع القماشات ويبقى الحرير محبوب عند ناس كتير تتكسوا به ودوقوا الخير منحكيلي على الزمان نتمنى لكم البركة والتيسير